بشطب العبارات المخالفة للنظام الداخلي في جلسة يوم الاثنين الفات ونحن في مجلس النواب إذ نلتزم بنظامنا الداخلي وقبله بدستورنا العتيد لا نمانع من حق النقد ولكن نقد الأداء وليس تجريح الأشخاص وقد شطبت كل العبارات التي قد يستنتج منها الإساءة إلى زملائنا الوزراء أو إلى المجلس الكريم بما فيها اسم خائن الأمانة المجرم باسم عوظ الله الذي لا يشرف محاضر مجلس النواب أن يكون اسمه واردا فيها مثلما أننا لا نقبل الإساءة إلى مجلسنا ونوابنا أفرادا وكتلا وجماعات وهذا المجلس سيسجل له التاريخ أنه أنجز أفضل منظومة إصلاح سياسية يتحدد من خلالها شكل ومضمون الأردن الجديد في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية وها هو الآن يناقش ويشرع في مناقشة قوانين منظومة الإصلاح الاقتصادية وبعدها سيناقش القوانين المتعلقة بتحديث القطاع العام التي أقرتها الحكومة يوم أمس بتوجيه من قائد الوطن جلالة الملك المفدى فأهيب بكم إخواتي وأخواني النواب أن نسير في دربنا درب الخير لمصلحة وطننا وأن لا نلتفت إلى الترهات التي يقصد منها ومن خلال مرسليها إلى تعطيل المسيرة الوطنية الخيرة التي بدأنا بها في هذا المجلس الكريم وأرجو أن نستمر في عملنا المنتج لمصلحة بلدنا وأن نفوت الفرصة على المشككين والحاقدين والحاسدين بتوجيهات سيدنا صاحب الجلالة الملك المفدى السيد الأمين العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته